أكد مسؤولون بهيئة قناة السويس أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الإستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أضاف المسؤولون أن عدد السفن العابرة لقناة السويس ارتفعت بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.990 عام 2022-2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة هذا السويس جديد عبارة عن 72 كيلومتر طولي من التطوير للإنشاء وتطوير للمجرى الملاحي من الكيلومتر 60 حتى كيلومتر 95 هذا إنشاء جديد كامل تم إنشاء قناة كاملة هذا الأمر استدعى حفر على الجاف بمعدات أرضية حوالي 52 مليون متر مكعب وحفر 250 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالكركات عشان نعمل 35 كيلومتر دول وكان فيه تكريك للممر الغربي في البحيرات المرة الكبرى بطول حوالي 27 كيلو زائد زيادة العمق لتفريعة البلاح الغربية لـ 66 أدر حفر 72 كيلو بطول القناة بقناة موازية وقناة جديدة قدرنا بقناة بابادة الحمد لله 40 أن يكون فيه دخل زائد يصل إلى 9.4 مليار دولار يعني تم رفع الدخل من 5.5 مليار دولار إلى 9.4 مليار دولار وده كان سادي فريق أسامة ربيع رئيسة كانت السويس كان أعلن بشخصه في انتهاء الميزانية فيه 36 إن السنة الماضية قدرنا نحق أرقام تاريخية أرقام غير مسبوقة 9.4 مليار دولار دخل سنوي 25.800 سفينة وما يوازي ويزيد عن 1.5 مليار دولار من البضايا وده خلال العام المنقدي يعني الزيادة ما بين 18.000 سفينة لـ 25.800 سفينة